سلام وشراكم مشاه الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوما جيتكم بهاد الوصفة هادي الراقية قاتوا بخيستيش بزاف بنين يعني مهرس بشكل جديد بوحد الحشو رائع روعة روعة في البنة دو نقسم لكم حبة جيدوا بفلفوم شوفوا شحل يجي الطري بس شوفوا الحشو دلتلو من الفقين قاناش جاوا ولا اروع حبيت نقترح عليكم للعيد الاضحى ان شاء الله ان شاء الله نعيده كامل لا فاقيدين ولا مفقودين بلا ما نطول عليكم نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى علي افضل الصلاة والسلام ونروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير وكل عادة المقادير نعاود نزيد نكتبهم لكم في صندوق الوصف هنا في غيسي بيون دلت مية وخمسة وعشرين جرام تعمار غارين طرية دلت لها مغرف كبيرة لفاني قرصة ملح ودلت لها زوج مغارف سكر غلاس غربتهم كما راكوا تشوفوا جوزهم في الصفاية ونزيد لهم زوج مغارف كبار تعمى يزينوا مشي لازم يكونوا بومبي يعني يزوج مغارف كبار وسيبون وعندي هنا يا بيضة كاملة وصفار ما ديروش يعني زوج حبات كاملة نديروا بيضة وصفار نخلط مليح 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 هذو كل المكونات ندخلهم مع المرقالين هكذا غير بيدي يعني لابات هادية شاركت هادية معاكم نطم هاكي ما نطم لابات سابلي ونبدأ نطم فيها بالفارينا الفارينا هنيا دايما في هدلي بات هادوما تكون تقريبا داع في كمية المرقالين وعندي هنا يا رشة صغيرة يعني اقل من ربع ملعقة تاع الشاي تاع خميرات الحلوية تقديروا غير قرصة هكذا يا شوية ولا زوج قرصات بيديكم ونقعد نطم فلابات تاعي هديك نشفيها منشفها عفوا بالفارينا حتى نتحصل على كورة متل ساقش ما تيبسوهاش بزاف والفارينا الجامي يعني ترميوها ضربة واحدة حتى لو كان يعطوكم مقادير مضبوطة دايما الفارينا لازم ديرو غير بالعقل وشوفو بسكو الفارينا كاي اللي تشربو كاي اللي ما تشربش طموها بلا ما تعجنوها واحد لابات هيلة يعني تخدمو بها ليفون يعني ليفون دير تاخت ولا ما تحبط ما والو وتقعد مقرم شوفي نفس الوقت بزاف مبسا هنا حبطها في سطح العامل يعني نخلط فيها هكذا يبيا غلفتها بابي فيلم من الاحسن خليوها تريح في الثلاجة يعني في رجيدة 4 ساعة ولان الساعة انا خدمت بها مباشرة تقدروا تخدمو بها دي غاك تمومي لو كان تريح رايح هتعاونكم بزاف الخدمة وعندي هاد ليمول هادو ما كما را كنت شوفو تع المهرس لي ما عندهاش هاد ليمول تقدر تستعملي قوبلي الصغار كامل تع القهوة تعطيها نفس النتيجة ورعت لكم عبي بخي شحل يعني شحل حجم التحوم هنا يا راقو شوية العبات ما تخشنوها شو بزاف مش متجيكمش العبات تخشينا ويعني وتجي فيها الحشو غير شوية الى شريته هاد ليمول وكانوا جدد تعال علي من يوم هادو ما شريتهو ما نايت لتالاف وخمسمائة لواحد زادو زادو بزاف الوغنتو ما الى شريتهوهم الجدد وش ديرو حكموهم غسلوهم مليح باللافت على الماعن يعني الحبل تعال الماعن حكوهم مليح من الداخل ومن البرة بش ما يتلقو لكم شهادك الكحل تعال علي من يوم فلابات راهو جد خاطر ومدر بالصحة يعني ردوا بالكم غسلوهم مليح نشفوهم ولا ديروهم في سني وحطوهم نشفو في الكوشة وكي بردو اخدمو بيهم والا شكلتهم بها الطريقة ما تنسوش تتقبوهم بالفرشيطة انا استعملت نصف على العجينة ما زال نصف واحد اخر شوفوش حال خرجت لله يبارك ما تنسوش تتقبوهم شوية بالفرشيطة وطيبوهم في فرن مسخن على ميو ستين درجة طلعوهم للفق يعني فرف لي فوق الواسط سيوا ما تطيبوهم ش بزاف يعني ما ياخدوش لون بزاف فرنسي ونحيوهم بعد ما تنحيوهم هادو كليمول يديموا له فاسي المون اهنا دوبت شوكولاتة بالحالب وجبت المهنة الساعي غمست هكدا يا غر الوتش برك هكدا يا غر شوية بش يعطيني شكل شباب للتزيين تقدروا ما تديروش هاد الخطوة هادي وشنو هاد شوكولاتك يدوبوها ما تضيفو لها حتى حاجة لا زيت لو لو بسكر انا فاسخانة ولا درتو لها شوية زيت ما رايش رايحة نشوف معاكم انا استعملت دادا بالحالب انتو ما ديروا شيكولاه اللي يتلقاوها يعني تتبع ما توفرها عندكم بعد ما كملتهم كامل خليتهم ينشفو جبت هنية شوية جوز واحد زوج حفنات هكذا مشي كمية كبيرة كون كاسيتو هكذا بالموس مدرتوش بزاف رقيق ومدرتوش بزاف خشين هاوليك قايز زوج حفنات هكذا يا كبار حنخلط معاه تحبو ديروه وحدو تحبو ديرو كيمانا يا نا كان عندي الفيتين عندو بزاف وعندي مي قلت ندخلوه في هاد الوصفة هدي بش يعطيني قرماشا يعني في هاداك الحشو تقدرو ما تديروهش ولا ديرو اي مكسرات انتو ما كوا حبينا تقدرو ديرو غير كوكاو يعني كوكاو محمص ديروه كون كاسي هكذا يجي هايل واستعملت هاد الكابريس هادي جي ديبة شريتها هكذا يدي 35 ألف هاد الابوت هادي وشوفو تجي هكذا يشغل ناقصة هي هكذا عاملة وحنطن بها هاداك الحشو تاعي يعني للصراحة بزاف بزاف بنينه وكل وحدة تدير يعني على حسب مقدورها تقدروه تطيبوه نسلي كرامال في الدار وديرو به كما تقدروه تديرو حلوة الترك والمعجون يعني الحشو هنا يبقى اختيار يعني نعطيكم اقتراحات وانا حبيت ندير حلوة يعني هكذا يا بطبع قلت لكم كاين ناس يجيبو لهم المهايب كاين كاين اللي يحبوه هكذا حلويات من داك ندلكم حاجة اقتصادية من داك ندلكم حلوة هكذا يا بخيستيش بطبع عمرت هنا شوية من هادي الكابريس فكي مشتوني في كورني ودرت شوية لداخل بش يجيني هدك الحشو مش ممخ وندير شوية هكذا يا شوية شوية من الحشو تاعي ما تعمروش بالزفحة الفق بس كنا حنزيد ندير من الفق بين قاناش زادت لهم واحد للبنة هديك لعقاناش انا هاد الحلوة دي سيديت نخليها ليه ناكلها غير انا تلمون بزف 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 بنينو ولا جربتوها ما تنسوش تخليولي رايكم فيها بولا كملت عمرتهم كامل وقعد لي هدك الحشو يعني درت كمية شي كبيرة هادك اللي قعد لي حكمتو كورتو درتو دي بولات من بعد قلاسيتو درتو شغول بنيو دوك من بعد نوريهو لكم ودوكاتيك نروح نوجد لقاناش تاعي انا درت هنا يا مع الول درت قاناش شوكولان نواغ درت زوج امباسادوغ النواغ اللي هي يعني كلش 200 قرام واحدة دوبتها يملت تحت في الميكروند والخرى يعني ضفتها هكاك بس ك امباسادوغ النواغ هدي الدوب بالخف زيت سخنت 200 قرام تاع كريمة طازجة تاع 35% مواد دسيمة تحبو ديرو اوبلا رهي شي نقصة ولا ديروه بطوش بطوش تاني هايلا تطلع هايلا درتها هكاك سخنتها ببيان درتها هي سخونة على هديك شي كولا باش الدوب ودفت لها نص مغرف كبيرة تاع زبدة نستعملت زبدة اني وريت لكم زبدة اللي درتها تقدروا تديرو انتوما مارغارين انا خلاصت لين مارغارين عفوا عندي هاد الزبدة هدنا هادي نحب نسقهوا بيها الصبح اللو غوليت نحيت منها شوية ودرتها في فلا قاناش نخلط هاقدام مليح 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 نتأكد باللي دابت كامل هاديك شي كولا والزبدة هاديك نغلف ها بفيلم اون كونتاكت نفيلميها ببيان ونخليها تبرد في الفريجيدر واحد الساعة ولا زود دوبخي في غنزو السوايا انا ما كنتش مزروبة بيها لو خليتها بردت ببيان وشنونتوما قبل ما تبدأوا التزيين يعني كنت طيبوا المهارس تاكم حاجة الاولى اللي ديروها سبقوا فلا قاناش خدموها وديروها فريجيدر تبرد من بعد وجدو هدك الحش وخدمو بعقلكم هنا قاعد نخلط 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 يعني خلط ببيان تتأكد باللي ما فيهاش يعني حتى حاجة يعني شي كولا دايبة ببيان المارغارين كامل اي لعفوان زبدة كامل متبانش باش تجيني لها قاناش تاعي ليس ونخبيها كي ما قلت لكم مديرواش في الموجمي تديروها في الفريجيدر بعد ما هنا يا بردة مرحشو فويحك ما روحا هنا تحبو ديروها فلابوش وتخدمو بيها يعني تشدو روحا ولا تحبو تطلعوها انا حبيت ندير قاناش مونتي وشنو ما رانيش رايحان نطلحها بزاف باش ما رانيش حبيتها تجي بزاف خفيفة وعلا لاني حبيتها تكون حك ما روحا شوية هي نعمالما ندير الكرين فخاش كتر شوية من الشوكولة وشنو قلت لكم كي ما تعرفوا لانا في الصيف ما رانيش حبيتها تجيني خفيفة كي ما رشانتيي انا حبيتها تكون قوامتها شوية شوية شدة روحا على لغ طلعتها شوية ودرتها فلابوش هنا يا دلت لادوي هادي تاسنان على شوفو هنا يا انا هاد الكمية ما كفاتنيش ولد زيت شوية قاس ميات قرام هاكاك قاناش وشنو ما درتها شوكولة نواغ هادي شوكولة نواغ شوفو كيفش جي لك ولغ طلعتها فونسي الاخرى درتها شوكولة اولي لو كتشوفو من بعد حنوريها لكم جي شوية كلاغ على هادي ثم احبيت نوريكم بلي تقدرو ديرو شوكولة نواغ ولا شوكولة اولي هادي النواغ وريت لكم استعملتهم بصادر نواغ وهادي كل اولي استعملت دادا يعني دادا بالحالي بعادي درت مية قرام دادا ودرت مية قرام يعني نفس طريقة مية قرام بتاع كريمة تازيجة ودرت لها مغرفة تاع قهوة حلي بتاع زبدة هادا ما كان وهنا يعني نزين فيهم بهاد شوكولة تخونسفير اه لتعرفوها كامل فيها اشكال النواة محبيتش يعني نوري لكم كيفش اه خدمتها يتو محبيتش نزيد نطول بزاف عليكم الفيديو اه يعني تعرفو كامل الطريقة تحا دبوا الشوكولة تاعكم لازم تكون شوية سخونة ديروها في هاداك البابي تخونسفير وورميوها في الكنجيلاتور تقعد على الاقل خمس دقايق ولا حتى العشر دقايق لازم تبرد ملح سختو هاد البيضة هادي هاد البيضة خليوها في الكنجيلاتور واحد اربع ساعة ولازم الشوكولة تكون سخونة باش يخرجوا لكم ملح تخونسفير هاداك وكملت زينتهم كامل هادو همتا على الشوكولة اولي شوفو كيفش اجي بزاف هيلة جت جت هيلة وهادي شوكولة نواغ يعني تختعل الفبرك في اللون انا علش درت شوكولة نواغ انا نحب بزاف قانا شوكولة نواغ ونحب هديك المرارة اللي فيها انتو ما تحبوا تديروا شوكولة نواغ ولا تخلطوا يعني شوكولة نواغ شوكولة اولي ولا تديروا غير شوكولة اولي لكم الاختيار وهادو هما البنيون اللي قتلكم عليه الحبيبات اللي قعدوا لي من يعني هاداك الحشو اللي قعد كورتهم هكذا حبيبات قطن مدهم الدراري قدرتهم على الشكل بنيون والحلوة تعي هنا يا راهي وجدة ما حبيتش نديرها في الكيسات ولي دونتل قلت باش تبني لكم هكذا مليح درتها بالعاني في الإزاسية هكذا بيوضة باش يبني مليح تبني مليح لا في نيسان تاحا وانتو ما لحبيتو تقدموها ديرو هات بيانسوغ لضيافكم في الكيسات ولا ديرو تحبو ديرو لي دونتل ديرو هنا قسمت لكم أحبا بس تشوفو اني القاومت حاش حال الطري وطلكم ديجرة هي بينا باللي بنينا ما تتشبعش كامل وهديك لاغاناش زادت لها واحد لبنة يعني لاغاناش تحبو الصحصح ما القريكورة نفس خانة مي ولا غير بزة في بنينا في هاد لقاتو هادا بالنسبة للناس لي ما حبوش يستعملوا لاغاناش تقدروا تديرو شوكولاتا اتختيني وشنو شروبك وحتى تكون حكما روحا بيا وهادو ما يعني هاد اللقاتو هدايا من احسن تحتفظو به في الفريجي دا لمدة الصلاحية تاعو يقعد كتر من عشر ايام يقعد حتى الخمسة عشرين يوم بس كلها لاغاناش تعنا رانا طيبناها يعني رانا عقمناها آلوغ بهات الطريقة متخافوهاش كامل وانشاء الله تجربو هاد الوصفة وما لي اغان قلكم تبقاو على خير